الاتحاد الأوروبي يمنح تركيا فرصة التراجع عن الأعمال أحادية الجانب أو مواجهة العقوبات وزراء الخارجية دعموا خيار مواصلة الحوار مع أنقرة لحل القضايا الخلافية والتحذير في الوقت نفسه لقائمة العقوبات سأجهز خيارات حول الإجراءات المناسبة التي قد نتخذها لمواجهة التحديات نتيجة نشاطات تركيا من بينها أعمال أحادية في الشرق الأوسط الوزراء صادقوا على اقتراح جوزيب بوريل مواصلة الحوار مع الجانب التركي من أجل التوصل إلى تفاهمات حول القضايا كافة من ليبيا إلى سوريا مرورا بشرق المتوسط لا أحد يقبل تحول ليبيا إلى غنمة تقتسمها الروسيا وتركيا نريد حوارا شامل مع تركيا حول القضايا كافة وزراء خارجية دول الاتحاد دعوا تركيا إلى احترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين حول أزمة ليبيا من بينها حظر توريد الأسلحة إليها عمليا سيواصل الفريق الدبلوماسي الأوروبي الحوار مع تركيا وفي الوقت نفسه ستعد الجهات المختصة قائمة العقوبات التي قد تفرض على تركيا إذا لم تتراجع عن الأعمال أحادية الجانب ومشكلة الحوار بين الجانبين تكمن فأن العلاقات مع تركيا تشمل الأزمات كافة من ليبيا إلى كردستان العراق مرورا بشرق المتوسطين نردين الفريد الحدث بروكسل و فيه بالänder оз miحظ برريقاء توبيا لروكسل يالك ترجمة نانسي قنع